بصراحة يا برج الميزان عم شوف فيه منكم اللي عم بمر يعني بمشاكل كثيرة يعني خلطوا تعبان كثير وزعلان وشايفاك يعني بعدك عم تراقب الوضع كذلك فيه شوية خلافات يعني فيه منكم اللي عنده خلافات مع الاخوة أو معاشي حدا كبير بالبيت يعني ممكن تكون الوالدة أو الوالد يعني ولكن ما برجح الوالد يعني يعني الشي حدا كبير هيك كذلك عم شوف يعني فيه منكم اللي شايفاه مركز على اللحظات السعيدة اللي كان بمر فيها سواء بالأسرة أو سواء معاشي حدا كان بحبه وشايفاك قاعد زعلان على كوباية الحب اللي ممكن انه خسرها أو ما كان بده الشغلة اللي صارت سواء كانوا فيه صارت علاق شغلة هيك انه تصير شايفاك قاعد زعلان ومازك الكوباية يا برج الميزان كذلك فيه منكم يعني اللي قاعد عم يستنى قرار يعني سواء كان قرار أو محاكمة يعني ممكن يكون شغلة متعلقة يعني مثل طلاق هيك شغلة كذلك فيه منكم اللي شايفته يعني تعرضوا الخسارة بعلاقة أرهقته وخلته يعني كأنه صار حدا لحاله فشايف منكم اللي دخل فترة من البحث عن السلام الداخلي كأنك بحاجة إلى وقت بمفردك لتفهم ما حصل وتفهم نفسك بشكل أعمق يا برج الميزان فعم شوف كأنه في حدا عزل حاله خلاص بعد المتاعب اللي مر فيها يعني وكأنه نسحب يعني نسحب نحو نفسه للتعافي من الموقف الصعب اللي مر فيه كأني عم شوفك عم تمر بمرحلة غير الاجتماعية كأنك واخد جنب كأنك لا ترغب في التفاعل مع الأشخاص لإني عم شوف حدا منفرد فأنت يا برج الميزان الناس اللي يعني في الحالة هذه فهم يحتاجون إلى الخروج من هذه الوحدة وهذا هو الشيء اللي يجب للشفاء من حصرة الماضي فأنت يجب أن تتغلب على الشغلات اللي صارت من الماضي فكذلك في منكم اللي رغم الشيء اللي يصار مع الشخص هذا أو مع العيلة فبعده بيراقب سواء كان بيراقب حدا من العيلة أو بيراقب الحبيب أو الزوج يعني هذه أمور خاصة بالأسرة ممكن يعني أحيانا بيكون الحبيب يعني بالنسبة لإلنا حدا مهم فممكن يكون هو كذلك فشايفاه بعده عم بيراقب العيلة أو الحبيب كذلك في منكم يعني يعني اللي ترك الأحداث تستنزي بكل طاقته وحاسس كأنك لا تستطيع الاستمرار شايفاك مريت بوقت عصيب سواء سوء المعاملة أو خيانة خيانة الأهل الأقارب يعني فالورق بيطلب منك يعني الاستمرار حتى إذا كنت في أسوأ حالاتك فأنت تحتاج إلى جمع قوتك يا برج الميزان كذلك تدل الورقة على أنك أنت وشريكك أو أسرتك يعني قد أصبتم يعني بجروح يعني في جروح في العلاقة فبألك الورق لا تستسلم فكذلك في من كون اللي عم بيخبرهم التارو إنه الشخص يعني اللي دخلته لحياتك هو يستحق حبك فبيقولك حافظ على قلبك حتى تكتسب ثقته ثقته سواء كان الحبيب أو شخص من العيلة يا برج الميزان كذلك عم شوف منكم اللي بعيد عن الأسرة أو عن الحبيب وممكن يعني كان شوف كأنه يعني بعاض عن بعض وممكن يكون كل واحد بلد سواء كان الحبيب أو الأسرة فشيفك حزين يعني وعم تراقب يعني عم تراقب الحبيب بخفية إذا كان الموضوع هذا ينطبق على الحبيب فأنا شوفه إنه في مراقبة للشخص هذا بتخفي وعم شوف خيبة أمل كأنه الشخص هذا في عنده خيبة أمل من موضوع أو اتجاه الشخص هذا فالشخص هذا حامل كاس الحب وهو حزين وشيفك في مفترق طرق يعني مش عارف تاخد قرار بشكل مضبوط بخصوص الموضوع هذا لإني شيفك تعبان فالطار بيقلك تحمل واستمر في طريقك فأنت قادر على تجاوز الموضوع كيفما كان وقادر على إصلاح الأشياء هذا فيما يخص الأسرة راح نشوف الحين ما هو عاطفي بصراحة في طاقات يعني كنظرعة وما في عندي طاقات كثيرة في القراءة هذه في طاقات كثيرة وأبراج كذلك أنا راح حاول أسرد أكثر الأشياء وإن شاء الله تنطبق على أكبر عدد يا برج الميسان فأنا شغلات راح أحكي فيها ورح أرجع في أحكي فيها مرة تانية يعني بشكل عام يعني بشوف في مراقبة في حدا بيرائق بك يا برج الميسان في شخص من الماضي متعلق فيك راح نبلش في ناس بعلاقة يعني حلوة مع بعضهم هذا بشكل عام ففي عندك يا برج الميسان حدا من الماضي لأنه في بيناتكم في الزكريات هيك شغلة في حدا من الماضي أو الحبيب كتير بيحبك ومهتم فيك رغم الشغلات اللي ساير أو حتى إذا كان متطنش وعامل حاله ومشفار أمامه الشخص هذا طالع عندي فكأني شايف الحبيب يعني عامل حاله ومو مهتم مطنش ولكن بعده بيفكر فيك والشخص هذا شايفاه يعني عم يسعى للحصول عليك يعني الشخص هذا بغي يحصل عليك أو الرجوع إلك هو بده يرجع إلك هو غير رادي تماما الشخص هذا غير رادي تماما عن الشي اللي صار وبصراحة الشخص هذا هو إنسان ناجح يعني ومهتم بشغله سواء كان بالبيت بالشغل يعني كأنه عم يستنى منك شايفاه كأنه عم يستنى منك خبر رسالة أنك تاخد قرار أنك ترجع إله وهو صراحة بيراقبك الشخص هذا عامل عليك يعني بيراقبك ومهتم فيك ومستنيك والشغلة اللي إجيت بعضهم شو الشخص هذا متعلق بك الشخص هذا متعلق وبصراحة هو شخص طيب الشخص هذا إنسان طيب يعني مش نيته سيئة أو هيك وبيحبك وفيه اللي بيتوجع كثير من فراقك يا برج الميزان ممكن يعني الشخص هذا يكون قطع معاك يعني يعني ممكن يكون بسبب مشاكل أو إلقاء اللوم على بعض أو العلاقة هذه تعرضت لدخول شخص ثالث يعني أطراف ثالثة كانت السبب ففي الحالة هذه بيقلك تتعروا يا برج الميزان لا تترك الآخرين يدمرون ما لديك يا برج الميزان والشخص هذا عم شوفه مستعد للمنافسة من أجلك يا برج الميزان وبصراحة عم شوف طريقه كأنه صعبة يعني أو فيه شغلات بيناتكم ممكن تكون سبع عوائق لأنني عم شوف فيه عندنا سبع سبع يعني أو ممكن فيه اختلافات بيناتكم ممكن في طريقة التفكير على ذات فيه مسافة بيناتكم أو أنتم بلدين مختلفين يعني لأنني عم شوف فيه مسافة الشخص هذا بغي يوصل ليك يعني بده يوصل لإلك يعني عم شوف فيه حاجة واقفة بيناتكم السبن الرقم سبع كأنه فيه عوائق أو فيه حواجز يا برج الميزان والشخص هذا بيفكر فيك كذلك وكذلك بيفكر بوضعه المالي ممكن تكون عنده يعني مشاكل مالية لأنني شوفته غير راضي عن الوضع اللي هو فيه سواء كان الوضع اللي صار بيناتكم أو اللي وصلكم للشغلة هذي أو الوضعه المالي فأنا شايفاه مشغول مشغول بشغله بشغله برج الميزان ممكن يكون الشخص هذا فتح مشروع كذلك عنده إلك ذكريات هو عطول عم يتذكر الذكريات لبيناتكم يا برج الميزان عم يتذكرك بكل اللحظات يعني كل فترة مرت يعني بيناتكم بتطلع له ذكريات منك وبيركز على الشغلات اللي صارت عم يطلع على شغلات جبتها له أو أنت أعطيته إياها يعني بيرجع للأحداث واللحظات يعني يعني مبين عندي كأنه إنكم منفصلين لأنني عم شوف مسافة يعني بيناتكم والشخص هذا بيفكر فيك كثير ومتعلق كذلك يعني هو شايفك يعني الشمس والفرح وكأنه يعني تعود عليك واللحظات الجميلة هو بيراقبك يعني بصراحة كثير أما أنت يا برج الميزان أنت شايفك يا برج الميزان متمسك في الحبيب أو متمسك بموقفك وشايفك حاليا يا برج الميزان في مفترق طرق يعني كأنك مش عارف تاخد قرار حاسم في موضوع أو أنت متمسك بأكتر من شخص يا برج الميزان ومش عارف تختار بيناتهم فممكن تكون في علاقة ولاتية ولكن أنا شايفك يعني بشكل كبير أنا حاسة يعني أنه أنه علاقة هذي جاية من طرفك وشايفك يعني إنسان جميل ومهتم بحالك يعني ومتزن ومركز ومتمسك بموقفك أي أن كان وشايفك بعيد شوية وقاعد عم تفكية وكأنك يعني واقع في مفترق الطرق فإنت يا برج الميزان لازم تاخد قرار في الوضع هذا سواء كانت بتختار بين شخصين يعني شخص قديم وجديد أو أنت بعلاقة ثلاثية ومتزوج يعني أو حتى إذا كنتم منفصلين يعني وبتفكر فيه شخص قديم أو تبدأ بداية جديدة فإنت لازم تاخد قرار وتطلع من طاقة الانتظار اللي أنت فيها لإني شايفاك يعني في عندك طاقة انتظار يا برج الميزان فإنت لازم تاخد قرار وتطلع من الطاقة هذي كذلك في منكم يعني يا برج الميزان اللي شايفاه التعرف على شخص جديد ولكن بعده بيفكر بالشخص القديم ومتمسك فيه داخليا ففي الحالة هذي إنت لازم تاخد قرار وتخرج من الحالة هذي وتحط النقاط على الحروب كذلك في منكم اللي تعبانين كتير من انفصال سار أو طلاق بسبب يعني علاقة ثلاثية بسبب علاقة ثلاثية ممكن شخص فات عن العلاقة اني عم شوف فيه جرح بقلبك يا برج الميزان في منكم اللي حاسس حاله وحيد حاسس حاله يعني وحيد وتعبان كأن العالم يعني تخلى عليه ممكن تطلع بصورة كأنه عم يسأل حاله ليش صار معي كل هذي الشغلات وليش ما ساعدني حدا ليش الله ما ساعدني الوضع هذا سواء كان انفصال أو طلاق لاني فعلا في عندي يعني في طلاق رح تسحب ورقة هاي دي كنزه رح نشوفوا الورقة التالية لنشوفوا هالجرح هذا ليش نحن رح نشوف الجرح ما رح نوضحه توضح لبعدين شوفتوا اشي طلع يعني لاني عم شوف في ام حزينة عندي لهيك يعني انا كذلك عم شوف عندي المطلقين في منكم اللي تعرضوا الطلاق بسبب شخص فاسع العلاقة خيانة مع الطرف الثالث الطرف الثالث فات سواء كانت العيلي شخص ثالث بس عم حس اكتر انه في شخص ثالث فات عن العلاقة فرح نكمل ولاني كذلك شايفة انه فيه اللي عندهم اولاد فيه اللي عندهم اولاد فالملائكة بتقلك بالحالة هذه ان المساعدة هي قريبة من لانكم عم تشوفوا في صور وفيه نافدة وفيه الهام بتقلك ان المساعدة هي قريبة منك سواء كنت منفصلين او صار طلاق او متباعدين يعني او كان يعني ان فسخت شي خطوبة فبقلك ان المساعدة هي قريبة منك ولكن افكارك السلبية هي تحجبها عنك عليك بالتقربة الى الله تعالى بالطريقة الصحيحة وترك كل الامور عمل عليه يعني وتعمل هيك مديكيشن يعني وضلك عم تدعي وان شاء الله كل الامور رح تتحسن يا برج الميزان انا على طول عم بنسا ما بقول الابراج يعني اللي موجودة في عندي برج التور والحمل والاساد والجدي في عندي طاقة نارية كبيرة طاقة ترابية عضراء كذلك جوزاء جوزاء اجري اه هو ابراج مائية وترابية والهوائية قليلة يعني عم نشوف برج الجوزاء في عندي كذلك ابراج هوائية صح يعني كل الطاقات موجودة عندي خلينا نشوف طاقتك يا برج الميزان شو رح نلاقي برج الميزان فشايفك يعني حاسس يعني برج الميزان كأنك بعيد فممكن تكون يعني بعيد يعني عن جو العائلة او هناك حنين لالون او حنين لشخص انت بتحبه او انت في بلد تاني بعيد عن الناس اللي بتحبهم بعيد عن جو العائلة وفي حنين لالون ولكن عم شوف كأنك مفتقد لدفء الاسري كذلك شايفك يعني بعضك بتحب الشخص هذا وحاسس انه بعيد عليك سواء كان شخص بتحبه او زوج وكذلك ممكن يعني يكون في عندك زواج وبداية جديدة لان هذه ورقة الزواج وبداية جديدة الورقة هيري احيانا بتدل على شخص يعني ممكن يكون من اللاضي انت بتعرفه بتحبه لان البداية الجديدة هي رح تكون مع شخص رح تحبه يعني ممكن يكون زواجه بداية جديدة يعني مع شخص سواء كان جديد او قديم او تركت بعض يعني يعني ولكني شايفة بعضو في ذكريات سواء انت اللي تركتو او هو اللي تركك بعضو في ذكريات يعني عنذر وكان في كذلك صار حداع او شغلة تركتو بعض من خلاله بعتذر لي اني بصلت شو كنا بنقول اه لاني شايفةك زعلان يعني كأنه يعني صار في خداع يعني تركتو بعض انت والشخص هيدا لاني شايفة انه الشخص هيدا كان بالنسبة الي اكتو امن روح يا برج الميزان وبعد عم شوف في تواصل روحي فاحتمال تكونوا بعيدين يعني عن بعض او من بلدين مختلفين فاحتمال تكونوا بالتقدم اشتركوا في القناة